أعزائي المشاهدين وأيضاً نسرين كما عودناكم دائماً فقر التغريدة هي مجموعة من الأخبار المحلية وأيضاً الأخبار الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بدي أصبح على كل نشمي ونشمية وعلى كل شخص قاعد يشوفنا داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية ونهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم أسبوع كان مليء بالإنجاز والعطاء والتميز فاليوم رحضاً معكم فقر التغريدة بأولى الأخبار والتغريدات المحلية من أخبار البلد طبعاً أول خبر هو يخص القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي حضر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالجيش العربي على المواقع الإخبارية ومواقع أيضاً التواصل الاجتماعي عممت مديرية القضاء العسكري قراراً بحضر نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأي وسيلة كانت سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر وذلك تحقيقا للصالح العام عدا التصريحات التي تصدر عن الناتق الإعلامي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وذلك تحت طائلة المسؤولية يعني هذا خبر كما عممت القوات المسلحة الأردنية هو خبر للصالح العام وإن شاء الله كل نتقيد في هذا الخبر وخصوصا على المواقع الإلكترونية وأيضا عدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وننتقل من الخبر الأول وإلى الخبر المحلي الثاني مكافعة المخدرات تضبط 200 ألف حبة كبتاغون في جرف صخري ضبط العاملون في قسم مكافعة مخدرات الرمثة 200 ألف حبة كبتاغون مخدر في جرف صخري إذ بوشرة التحقيقات لتحديد المتورطين بها للقبض عليهم وبحسب إدارة الإعلام الأمني في مدرية الأمن العام فإن معلومات وردت لقسم مكافحة مخدرات الرمثة حول تجهيز أشخاص مجهولين كمية كبيرة من الحبوب المخدر وإخفاؤها في منطقة خالية من السكان وبالمتابعة تلك المعلومات تم تحديد منطقة المشتبه بها وإضافة إدارة الإعلام أن طواقم القسم مسحت تلك المنطقة وعثرت على 200 ألف حبة كبتاغون المخدر مؤكدة أن العاملين في المكافحة باشروا التحقيقات لتحديد المتورطين بالمخدرات والقبض عليهم وننتقل أيضا إلى أردني يرفع علم المملكة على أعلى قمة بركانية في العالم رفع المصور الأردني أنور الخطيب علم الأردن على أعلى قمة بركانية في العالم جبل كلمانغارو والرابعة بين الجبال العالمية وقال الخطيب أنه شارك ضمن فريق من المتطوعين في مؤسسة الجليلة في الإمارات بتسلق أعلى قمة بركانية في العالم وذلك لجمع التبرعات لفاقدي الأطراف وأضاف أيضا أنه تم توثيق الرحلة بأكملها التي استمرت سبعة أيام وسيذهب ريع هذه الرحلة لتوفير الأطراف الصناعية لفاقديها وأشار أيضا أن درجة الحرارة على قمة الكلمانغارو أقل من 20 درجة مئوية تحت الصفر ومغطى بالثلج وأيضا أعزائي المشاهدين نظرا للأحوال الجوية لهذا اليوم اللي راح تيجينا إن شاء الله منخفض جوي قادم على المملكة اليوم ويوم غد وهناك راح تكون أمطار وتشكل السيول في بعض المناطق تحذر المدرية العامة للدفاع المدني المواطنين من أولا الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وأيضا الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة وأكثر أمانا وبخاصة لمن يقطون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر وغيرها وأيضا الابتعاد عن الحفر الإنشائية نظرا يتحولها إلى مصائد للأشخاص في حالة تجمع مياه الأمطار في داخلها مع ضرورة قيام مشرفين على الأعمال الإنشائية بوضع الإرشادات التحذرية والحوالز المرئية على جوانب هذه الحفر تجنبا لتعريض حياة الأشخاص لخطر السقوط فيها يعني يليت كنا ندير بالنا اليوم ويوم غد وخاصة الانزلاقات راح تكون موجودة في أول فصل الشتاء دائما بصير حوادث يليت كنا ندير بالنا من اليوم وبكرة وطول فصل الشتاء وننتقل إلى الشأن الرياضي وتغريدات الفيسبوك وتويتر وموقع التواصل الاجتماعي عن الكلاسيكو المنتظر يوم السبت القادم في الثالث من الشهر القادم طبعا من أخبار الكلاسيكو الذي سوف يكون يوم السبت 120 ألف يورو لحضور مباراة ريال مدريد وبرشلونة كشفت صحيفة آس الإسبانية مفاجأة من عيار الثقيل حول أسعار مباراة كلاسيكو الكامبنو التي ستجمع بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد يوم السبت القادم وقالت صحيفة أن مجموعة من الأشخاص اشتروا تذكرة الكلاسيكو بأسعار خيالية وصلت إلى 120 ألف يورو وبات الحصول على تذكرة الحضور مباراة الكلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة من المهمات الصعبة والانتحارية بعدما وصل سعرها إلى أرقام خيالية قبل ستة أيام فقط على موعد المنتظر في الكامبنو وننتقل إلى الشأن العالمي والتغريدات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي أكبر معمر في العالم وهو رجل أندونيسي هو الأطول عمرا في تاريخ المسجل في العالم إذ يبلغ حاليا 145 عاما وفقا للوثائق الرسمية التي تظهر أنه مولود بتاريخ 31 كانون الأول عام 1870 ويعيش الرجل الذي يدعى أنباه في جاوة الوسطى وقد شهد وفاة أشقائه العشرة وزوجاته الأربعة وأبنائه جميعهم وأقرب أقربائه الأحياء هم أحفاده وأبناء أحفاده وأبناء أحفاده ورغم عمره الطويل قال لأحد وسائل الإعلام الأندونسية أنه لا يرغب كثيرا بالبقاء على قيد الحياة وكل ما يتمناه الآن هو الموت الذي بدأ يستعد لهم منذ عام 1992 مضيفا أنه أعد حجارة قبرهم منذ فترة بعد أن حدد موقع القبر بالقرب من قبور أبنائه وأحفاده وسألوه عن سبب عيشه لهذه الفترة طبعا أكيد العمار بيد الله ولكن كان جوابه لمواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الصحافة المحلية في أندونيسيا هو الصبر وننهي أخبارنا الصباحية لهذا الصباح من أخبار السوشال ميديا بسبب سناب شات طلاق عروس بعد ساعتين من زواجها أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتحكم بحياة الأغلبية وقد تقلبها رأسا على عقب حيث سببت مراسلة قامت بها فتاة عبر تطبيق سناب شات في طلاقها من عريسيا بعد ساعتين فقط من زفافها حيث كان العريس اشترط عليها بعد عقد قيرانهما أن لا تستخدم مواقع التواصل والتطبيقات الاجتماعية نهائيا وكانت العروس قد أرسلت صورة في حفل زفافها أول أمس لصديقاتها عبر سناب شات ليعلم زوجها بالأمر ويطلقها بعد ساعتين إذ كان موجود في عقد القيران وموافقة العروس بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكانت الموافقة من العروس ولكن ما توافت بالشرط اللي كان موجود بعقد الزواج فلذلك العريس اضطر أنه يقوم بطلاق الزوجة لأنها خانت هذه الثقة الموجودة في عقد القيران أيضا مشاهدين تات فقط تغريدة معكم لهذا الصباح الآن سأرجع إلى زميلتي سمرغر